يا شبابا عاملين ايه? جتلكوا النهاردة بفكرة جامدة جدا. كالعادة طبعا ما فيش اي تغيير الفكرة خطيرة جدا لدرجة ان انتوا ما بتقدروش تخمنوا ايه الفكرة? جرب كده تخمن مش قادر صح? مش قادر من عظمة الفيديو حتفصل من عظميته صح? انا عارف والله مش لازم تقولي. النهاردة يا شبابا نتفرج على التيك توك عشان ليه لا? ما بتقوليش عشان ليه لا? التيك توك وما ادرك ما التيك توك شعوزة وسحر وكل حاجة في التيك توك. اه غرابة وعشوائيات في التيك تو كل حاجة في التيك توك. قسمة ونصيق في التيك توك. فكل حاجة في التيك توك يا باشا ولا يهمك. حتلاقي محتوى مهما عملت. يعني يردوكم ان انا اسحب اسبوع عشان بالاخر يطلع لي فيديو انا زيله يجيب لي عالكم مشاهدة ما ينفعش. فعشان كيف بنزلكو كل يوم بجيب الفين مشاهدة. يعني المشكلة متحلتش. بالله عليكم جادة تفرجوا على الفيديوهات. انا مش عارف لين زيلنا من مئة الف ومشاهدة للالفين. انا مش فاهم انا عملتلكو ايه? هو انا غضط احدكم. انا مت فاهمنا المدارس جادت بس احنا برضو اخوات. لازم تعودوا على التلفون من تحت لتحت انا اخوكم. لا بهزر اهم حاجة مذاكرتكم. بس قناتي برضو تاني اهم حاجة يعني بعد مذاكرتكم. بس ما تقولش عليكم المقدمة الفجرة بتاعتي. انا بحاول اغيرها كالعادة. بس يلا بينا نب. يتعافى المرء بعائلتك. لا يا اصلا انت مش تتعافى بعائلتك. انت مفروض تروح دكتور اسنان. خلينا وقعين شوية. انا متأكد ان انت لازم تروح دكتور اسنان. ايه ده اه اه مخدتش بالي وكنت برغي هو اي اللي حصل. خلاص خلاص. اه تضحك. يعني انا مش عارف هو ايدها هو ايدها بجد يلاوي 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 لا لا مش طبيع. نزازة نزازة. اه اصلا مش فضحك ومش عاجة ومش عاجة بسم الله يا الحب. ايه طب انا عيس افهم انا بامسك الضحكة بالعافية احنا متفقين علي كده بس ازاي انت انت ازاي كده! الي هصلى كابني والله العظيم صعبت علي والله العظيم بالجلدة صعبت علي! مش هيف اقول ايه! انت مش هفو بعد اعتك انت تروح تلوط مش بي. لا فاني بصراح. اخر مر اخر مر حتيجي هتيجي المرة دي هتيجي المرة يا فشitas عيونه عايزة 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 والله العظيم هاسو عايزة عايزة يلاوي خد بس اخد اوليك احقك حقك بصراحة تقوم الو لما تكلم ابوكسوب احيه استنوا ملحقيتش اخرى لما تكلم احيه يلاويه اللي هيحصل للوقت دلوقتي ايه بو ايه بو ايه بو لا اول انا مش عارف مش عارف اقول ايه ايه ده هو ايه ده يدي العمي والله العظيم بجد انا مش عارف النهاردة في يا ريون ابني انا دخل عليك في الطريقة اوه لما امك تحلب بايت كدب لا عادي يا ابني عادي ولا يهمك يعني فيها ايه يعني لما تتحول عشان مامتك تكذب لها شوية كذبة مش فاهم يعني اوه حوال اراضي بابا نعم انت عايزك تجيب لي حاجة وانت جايبك حاجة ايه هتجيب لي لهاليب وياحة الناس ماتوا صحة ولا هو بيقول ايه ده ما تقول يا ابنة جيب لك ايه لهاليب وياحة لهاليب وياحة لهاليب وياحة اه يا بابا وده يطلع ايه هم بيقولوا هم مين اللي بيقولوا طب ودي انا هاشتريها ازاي من محل هبقا قولك عليها لا ما معرفش هتجيب لي هاليب وياحة دي منين بصراحة هو انا لو في فعلا محل سمى كده فربنا يعينه بصراحة ما عندوش مخ لا اقصد انا هدخل عليه اقول له ايه اقول له اعايز لهاليب وياحة بالطعم الجديد يعني انا هدخل على الراجل بش انا بودقني اللي في وشي دول اه وادخل اقول له انا عايز لهاليب وياحة تخير والله اه تخير ما تطلعش من بقي اصلا اه لا ولا يا امك ولا يا امك يعني بوياحة تشتريك ده بخمسة جنيه ولا تشتري ده بميك جنيه اوامين توم ابو خمسة وامين توم ابو مية اكيد يا محمد الغالي ده لا يا استاذ ده اللي بخمسة جنيه وده اللي بميك جنيه معروف ان الناس دي بتيجي منين انا عايز اشتري من عند حضرتك اه تعالي تحت بيتي البرينجلز ده محططش ببقي من تسع سنين ضوئية صاحبك اندوقني وحدايا ودليني فيها تسع سنين ضوئية هو ايه ده الغالي وده اللي رخيص مخاص يا محمد دي فرصة حلوة ناخد اللي بخمسة جنيه ونعد نقل هيا استاذ تاخد ده بخمسة جنيه ولا ده بنيك جنيه الاشكال دي انا عارفها كوي جاي حطالك حاجة هنا مزورة وتبقى عليك بخمسة جنيه على اساس ان هي اصلية انما الاصلي هنا يا محمد مش معقول ما ده بيبقى فيه تيكت اهو محطوض اكيد هنشيله ده الراجل المغفل اللي ممكن نضحك عليه باية سهولة انا والله لو فيه فعل الناس مغفلة بالطريقة دي انا مستعد اعملها تحت بس اتخيلوا واحد يشتري من البرينجلز بخمسة جنيه اعمل ايه ساعتها التسعين جنيه ولا التمانين جنيه هيروحوا فين هجبهم منين دول انا عرف ان هو جديد اكيد الغالي تمنوا فيه انما الرخيص ده اكيد مزور احنا هناخد الغالية يا استاذ ابو 100 جنيه سكري هم يا محمد ده عايزة تضحك علينا هيا يا استاذة اخلصت عشان عايزة اشوف غيرك مش انا يا استاذة اللي يضحك علي الحاجة الغالية تمنها فيها وطالما حاجة غالية اكيد اصلية انما الحاجة الرخيصة اكيد فرز تاني ولا فرز تالت هيا يا استاذ مش عارف الراجل ده بفكر ازاي بالصراحة بس واضح ان هو مأجر مخه الحد تاني او يمكن حطه في حتة كلنا عارفانها هيا فين هتاخد اني ده عايزة كلامك مش محمد عبدو اللي يضحك عليه طبعا هاخد ابو 100 جنيه انا طول عمرة اشتر الحاجة الاصلية الحاجة البراند الحاجة اللي تمنها فيها مش يا استاذ ساووا عليكم عربك كده يا محمد البيت ضحكت علينا ادتنا الرخيص بسعر غالية ضحكت علينا مين يا مخ مقفل البيت دي حطة حاجة هنا غالية تستاهل وإلا ما كانتش بقى 100 جنيه حاسس الرجل ده ما غفل بزيادها ومأجر مخه وحاجة تانية ايمكن ما عرفش والله اكيد مزور اكيد مش اصلي وهو ده اللي الناس بتضحك عليك بي يا استاذ حاجة بتيبقى رخيصة الصعيوني ده تاني المغولي ده تاني اللي طالع من الكحف ده تاني طب ليه يا جماعة والله العظيم حرام عليكم ايه ده what is this this is يهودي وايه ده وايه ده من تقلعوني ايه الدقن دي بيرفعولك من تمن الحاجة عشان تفكر ان هي المفيدة واغلب الناس بتروح للحاجة الغالية عشان تتمنظر بيها هو فيديو ليه عبرة ومقنع وكده بس العبرة منه ان الراجل ما اجر مخه او حطه في حتة كلنا عارفنا اه للتوضيح بس انا بهذر على الفيديو بس ما ليش دعب الناس الحقيقية انا بتكلم على الفيديو اتحرف بي المفروض لما ده يحصل اه ما تتكس فيه اشو انا بكمل الفيديو ليه مش فاهم يا استاذ انت تعمل ايه والله يعينك لا هو اكيد ما ينفعش يعمله كده ساعتها بس انت تت 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 تلعتلي ليه معنا مش فاهم هو ايه ده كده المفروض لما حد يتحركش بك يتقوليله جلعق ايه ايوة يا ابن المكبوتة يا مظخوط يا ابن المظفوطة اه 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 خلاوي. اه سكيف سكيف انا جالس دوع دحك. اه جماعة خلتي جابت شنطة سعرها ممكن يجوز اربع بلاد عندنا. لأ اما مية خمسين الف جنيه ما تجوزش بس احها جاباهم منين دول. حبيبتي بس ممكن اعرف الشنطة المعافنة دي جايبها بكب? سعرها كم? عليش عايز اعرف سعرها. هي معافنة بصراحة الحقي يتقال والله. ايه مصري اكيد صح? اكيد مصري. تلات تلاف دولار مية وخمسين الف جنيه. لو حسب نقبل مصري. ديور مية وخمسين الف. اه. وديور مقطعة اصلا. مش عارف انا اسستيتي دي والله. هتهالي هتهالي الشنطة دي ملاش في عيدة. اه والله. ايه ده? ده طب دي? طب مية? ايه? طب انا بنختك على فكرة ممكن اخد منك ممكن امسيك لك الشهر. ما تخليني بنختك انا كمان. ما عديش مشكلة. خلوني الخدام الشخصي بتاعكم. ما مفيش مشكلة والله بجد يعني. اه مش هسرق الشنط متخفش. مش هعمل حاجة. وكده يا شباب اللي كنسان لهاية الفيديو اتمنى اكون اعجابكم لو عجبكم بتنسوش انتو بتعملوا لايك واشتراك ولو ما عجبكمش بتنسوش انتو بتعملوا لايك واشتراك وكومنت وتفعلوا زر الجرس وتدخلوا خانوات التانية تعملوا اشتراك فيها عشان اعمل لكم فيديوهات حلوة عليها. وبس اشوفكم على خير. سلام.